تحديد حجم الفيديو على حسابك الخاص InShort اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بتحديد حجم الفيديو على حسابك الخاص InShort سوف نأتي إلى فيديو هنا نقوم بالضغط عليه ثم بعد ذلك مباشرة سوف نأتي إلى هذه المسودة أو العمل الذي نقوم بالعمل عليه ثم سوف نأتي إلى نافذة الفيديو الذي نقوم بالاشتغال عليه نأتي إلى هذه العلامة نقوم بالضغط عليها وهنا يمكنك أن تقوم بتحديد حجم الفيديو أو الحجم الذي تريد أن تقوم بوضعه على حسابك الخاص إنشوت وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على الزل لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر حول تطبيقك الخاص إنشوت وحول إعداداته ويعني كيفية طريقة أن تقوم بتعديل على فيديوك الخاص